صحة وسعادة أعزائي المستمعين صباح الخير والنور والإشراق صباح الازدهار لإماراتنا الحبيبة صباح مليء بالإنجاز والتفاؤل عليكم جميعا مستمعين الكرام أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الإذاعي صحة وسعادة والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر هذه الإذاعة المميزة دائما إذاعة نور دبي مستمعين برنامج صحة وسعادة هو برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي ليكون نافذة مفتوحة على مؤسسات المجتمع وأفراده وساحة تفاعل ما بين جمهور المتعاملين مع طموحات الهيئة والتطلعاتها وغير ذلك من الموضوعات الطبية الحيوية التي تشغل بال الجميع أطيب التحيات مني لكم محدثكم محمود يوسف ومن الإخراج لأستاذ عيسى سبيل وكل التحية لكم من طاقة من الإعداد في هيئة الصحة بدبي فكل الأمنيات إن شاء الله بأن تكون هذه الحلقة حلقة مميزة لأن الموضوع الذي سوف نطرحه ضمن الملف الطبي لهذه الحلقة موضوع مميز جدا لكن قبل ذلك خلونا نذهب إلى بعض عنوين أخبارنا اليوم حيث تطالعنا وكالات الأنباء بخبر يقول بأنه تم اكتشاف جين يمنع ترك التدخين مش يمنع التدخين يمنع ترك التدخين حيث يقول الخبر أن اكتشف علماء الصين أن لدى ثلث سكان أوروبا نوعا من الجينات يمنعهم من ترك التدخين فقد درس الفريق العلمي برئاسة مين لي من جامعة تشينج يانج الصينية الجين ANKK1 الذي يتحكم بإفراز هرمون الدوبامين المسؤول عن المتعة ولتأكد من علاقة هذا الهرمون بقدرة الإنسان على ترك التدخين أجرى العلماء دراسة مفصلة اكتشفوا في نهايتها أن هناك علاقة قوية بين هذا الهرمون وعدم ترك التدخين عن أصحاب البشرة البيضاء حيث لم يتمكن 70% من عينة الدراسة ترك التدخين طيب مستمعينا من عنوين الأخبار نصل إلى موضوع ملف الأسبوع اللي ما نطرحها على طاولتنا المستديرة التي ستناقش على الهواء مباشرة قضية أسبوعية كل يوم ثلاثة وقضيتنا في هذا اليوم ما نتحدث عن عيادات الإقلاع عن التدخين في هيئة الصحة والجهود التي تقوم بها الهيئة لمساعدة الراغبين في الإقلاع عن هذه العادة الضارة ويسرنا أن يكون معنا في الستوديو كل من الدكتور محمد إبراهيم الدسوقي خصائي طب الأسرة بقطاع رعاية الصحية الأولية وأيضا سيدة سمية محمد البلوشي مثقف صحي بقطاع الرعاية الصحية الأولية حياكم الله معنا أهلا وسهلا طيب إذا ما ما نحط الموضوع ضمن الإطار اللي نحن نتكلم فيه بدأنا بهذا الخبر الذي يتحدث عن صعوبة ترك التدخين عند البشر البيضاء يعني هذه العادة التي قد يراها الكثير من الصعب أن يتركها فإذا ما نتكلم دكتور في البداية عن أو إذا ما خذنا فكرة عامة عن عيادات التدخين في هيئة الصحة وكم عدد هذه العيادات وفي أي المراكز الصحية تتواجد هذه العيادات والله إحنا لحسن الحظ أنه بدأت هيئة صحة دبي من سنة 2009 هذا البرنامج وهو عيادات الإقلاع عن التدخين بدأناها بعيادة مركز الطوار الصحي ثم افتتحنا العام القبل الماضي في البرشة مركز البرشة الصحي ومؤخرا في بداية منتصف العام الماضي فتحنا في عيادة البدعة فأصبح العدد الكلي ثلاث عيادات ولكن في التوار نعملها يومين في الأسبوع ومراعاة لاختلاف توقيتات المراجعين عملنا في عيادة الطوار عيادة بعد الظهر وعيادة صباحا بحيث أنها تناسب أي شخص بيشتغل أو عايزي يجيب بعد الظهر جميل طيب دكتور الخدمات التي تقدمها هذه العيادات هاي عيادة الإقلاع عن التدخين عيادة قد تكون مختلفة عن بقية العيادات على اعتبار أنه كل المدخن مختلف عن الآخر ففي تلك العيادات بنقوم بدراسة كل مدخن على حدة بنقوم بإجراء بعض الفحوصات المميزة خاصة بالرئة وخاصة بنسبة أول أكسيد الكربون وفي مجموعة من الأسئلة بيقوم المدخن بالإجابة عليها بناء على الإجابات دي بيتم تصنيفه درجة إدمانه للتبغ والوسيلة المثلة لعلاجه لأنه بتختلف طرق العلاج من شخص إلى آخر كيف نقدر نصنف الشخص ونعرف درجة إدمانه دكتور في أسئلة متفق عليها دوليا بنقوم بطرحها على المدخن عشان يجاوب عليها ولكل إجابة سكور درجة وبنقوم بجمع هذه الدرجات وفي نهاية هذه الأسئلة بنقدر نعرف الشخص هل هو مدمن إدمان درجة الإدمان سيفير يعني شديد أو متوسط أو قليل ومش بس كده نوعية الإدمان كمان في إدمان سلوكي وفي إدمان فيزيائي وفي إدمان اجتماعي كل ده بيجي من طريقة الإجابة على الأسئلة ودي حضرتك مثلا مثال المدخن في سؤال من الأسئلة المهمة جدا لنسألها دايما المدخن بتدخن أول سجارة أول ما تصحى منه مباشرة ولا بعد شوي إذا كان الشخص بيدخن مباشرة بعد ما بيقوم من النوم ده بتكون درجة إدمانه أعلى إذا كان الشخص بيدخن بعد ساعة أو ساعتين ده بتكون درجة إدمانه أقل وفي أسئلة مشابهة كثيرة بنقدر نصنعه يعني الدكتور هل فيه ضرر في الموضوع أو تختلف الأضرار إذا كان واحد يدخن أول ما يصحى ولا بعد ساعة أو ساعة هي بتكون درجة اعتماده على النيكوتين أعلى درجة إدمانه أعلى وبالتالي بتكون طريقة علاجه مختلفة شوية عن شخص درجة إدمانه أقل أدي حضرتك مثال في بعض الناس يدخن في المناسبات الاجتماعية يعني يقول أنا ما بدخنش لما بيكون مع أصحابي فده بتكون علاجه أسهل فيه شخص تاني بيدخن في كل الأوقات وفي كل الأشكال ممكن يقوم النوم في منتصف الليل يدخن ده بتكون درجة إدمانه أعلى بيحتاج درجة أكبر منها العلاج طيب أنا دكتور بتواصل معك أكثر في الخدمات اللي تقدمونها وعالية الاستفادة من هذه العيادات لكن خلني أتطرق لموضوع التثقيف الصحي وأهميته في مجال العلاج علاج الإدمان عن التدخين فمدري اختسمية إذا ممكن تعرفين بالبرامج اللي تقدمونها أنتوا في الرعاية الصحية الأولية في هذا المجال طبعا بالنسبة للتثقيف الصحي دورة مو بس يقدم معلومة علمية أو معرفة هو دورة عبارة عن يتأثر في سلوك الأشخاص قد ما نقدر نحاول أن نغير سلوك الشخص نحدد الصعوبات اللي يكون فيها هذا الشخص ونغير من سلوكه طبعا لحنا وايد برامج نقوم فيها أولا ننس مع المريض نشوف شو الصعوبات اللي يواجهها هذا المريض شو الأشياء اللي نقدر نغير من سلوكه اليومي اللي يسويه هذا المريض نعم نحن من تواصل في الحديث ومن نكمل هذا الحوار الشيق وأيضا رح نفتح الباب للمداخلات الهاتفية وأيضا حتى الرسائل النصية وكذلك اللي حاب يتواصل معنا ممكن يتابع الحلقة بالصوت والصورة عن طريق برنامج البريسكوب عبر حساب الهيئة DHA underscore دبي للتواصل على الرقم 600551414 وعبر الرسائل النصية على الرقم 4006 فاصل وإن شاء الله نرجع لكم صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي أهلا بكم مجددا مستنعين الكرام وسعد الله ووقاتكم دائما يعني معاكم نحن على الهواء مباشرة عبر برنامج صحة وسعادة والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر هذه الإذاعة المميزة إذاعة نور دبي يعني في الفاصل تعرفت على أرقام التواصل معنا وموضوعنا اليوم ضمن الملف الطبي الذي نطرحه في كل يوم ثلاثاء نتحدث اليوم عن عيادات الإقلاع عن التدخين في هيئة الصحة والجهود التي تقوم بها لمساعدة الراغبين في الإقلاع عن هذه العادة الضارة معي في السوديو متواصلين يعني مع الدكتور محمد إبراهيم الدسوقي وسيدة سمية محمد البلوشي دكتور يعني بما أنك انت خصائي طب أسرة بقطاع رعاية الصحية الأولية وأيضا تحدثت قبل الفاصل عن الخدمات التي تقدم في هذه العيادات كيف يمكن للمستمعين المدخنين الاستفادة من هذه العيادات؟ ما هي آلية الاستفادة من هذه العيادات؟ هذه العيادات آلية الاستفادة منها سهلة جدا يعني نظرا لأنها موجودة في كل تقريبا في كل مناطق مناطق الخاصة برعاية الصحية الأولية فما على الشخص المدخن إلا أنه إما يتصل بالتليفون بتلك العيادات أو يتجه إليها وبس مجرد على السجلات يقول لهم يبدي رغبته في أنه عايز موعد مع الطبيب في عيادة الأقلاء عن التدخين دكتور يحضرك الرقم؟ رقم التواصل مع العيادات ولا؟ مش كلها في عيادة طوار ممكن عيدي أقرب 502 0450 210 502 502 210 إذن 0450 222 100 هاي عيادة طوار العيادات الأخرى ممكن ما نحاول نجيب الأرقام خلال الفاصل دكتور اسمح لي بس أخذ هذه المداخلة عبر الهاتف ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله صباح الخير يا هلا الله يحييك ماشاء الله متميز وبرنامج متميز وضيوف متميزون الله يسعدكم تعرف عليك طال عمرك بو محمد معاكم بو محمد دكتور سالم السالم ونعم تفضل دكتور أنا طال عمرك بس عندي سؤال موجه لإخواننا ضيوفنا أشكركم على جهودكم ماشاء الله جهود متميزة الله يطرح البركة لكن أسأل استاذنا الآن الشباب بدأوا يدمنون على شيء يسمون المدواخ ممكن أصلح لي صحيح فهل المدواخ يعني هو نفس درجة تأثيره في الإدمان وتأثيره السلبي على الصحة معادل للتدخين ولا يختلف هذا السؤال الأول سؤال الثاني نعم السؤال الثاني طال عمرك نحن الآن بدأت تتجه دول العالم أنها يعني تمنع ومكن سمعت ومس الخبر تمنع التدخين يعني نحن أحيانا ندخل نستورد ثم نعالج فما هي الجهود التي تقوم بها مراكز يعني الإقلاع عن التدخين في منع دخول هذه المواد السامة للبلد أو يعني هل هناك مبادرات ولا فقط نحن نعمل على التفقيف والعلاج مع وجود المسبب واضح يا دكتور طبعا أنت استبقت العديد من المحاور اللي أنا حاطنها ولكن إن شاء الله من من نسمع الردود وأيضا من نتكلم عن مش المدواق بعد أكثر من وسيلة في التدخين شاكري لك هذه المداخلة دكتور الله يسلم شكرا طيب دكتور محمد دسوق يعني خل ما نتطرق للموضوع بشكل مباشر كان يتحدث المستمع ابو محمد دكتور سالم عن المدواق هل له نفس التأثير بالنسبة للسجائر العادية ألا لا هو هي كل منتجات التبغ تشمل السجائر وتشمل المدواق والشيشة والجدو وحتى الأنواع التي تمضغ الجدو هساميها باللهجة المحلية الجدو أيها بالضبط هاي كلها بتعتمد على وجود التبغ بدرجات متفاودة بالنسبة للمدواخ درجة نقاء التبغ فيه عالية للغاية ولذلك هو درجة إدمانه في بعض الأحيان بتكون أعلى من السجائر كمان ولذلك الشبابنا والتين ايجرز اللي هم الشباب الصغار مسألة استخدام المدواخ دي لابد أنه نقاومها بشكل لأنه حتى من الإسم حضرتك تسمى مدواخ لأنها بتسوي دوخة لأنه الشخص أما بياخد النفس اللي هو بيعادل نفس السجار بيؤدي إلى نوع من دوخة لأنه كمية النيكوتين بتكون عالية جدا وبيتم امتصاصها بشكل سريع ودي بتؤدي إلى نوع من الإدمان يخلي الشخص طوال الوقت محتاج وعايز فهي بلا شك نحن بنتعامل معها على قدم وصاق زيها زي التدخين زي الشيشة وبتعالج بنفس الطريقة تقريبا طريق التدخين فهي نوع من التدخين منتاز مناخذ مشاركة ثانية الدكتور اسمحي لي اختي سمية ألو السلام عليكم رحمة الله بركاته مرحبا أبو عبدالله تفضل صباح الخير يا هلا حياتي لك الدكتور والمخرج والكافة مستحين مسلمات نور دبي إن شاء الله دمنا ورين إن شاء الله الله يسعد تخبر طوال الأمر مفروض هن نعطي ارشادات في مدارس أفضل شي فس مشكلة شو جيل هذا جديد من أمر عشر لين فوق سبعة سممتاعش كل واحد قاب ضده هذا مدوخ يدوخ إذا لا إذا أبوه أهله هذي فتش شنطة خش في شنطة ربيع وإذا كذلك صاروا برعة داخل ورجعوا كرما يكون في كرما المستمعين في الحمام صاروا يدوخون ويرجعون ينطلع برعة ساعة ربيعة صار داخل ورجع مفروض هن نعطي ارشادات في مدارس هاي قلوا تأثيره وايد 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 يوم تكبر يوم هذا تسكر نعطي أرشادات في مدارس جميل جميل هذا شي إنه مفروض دكاتين تعرف مرة بيقولكم شي والله والله الشفت ولد يبيعون في مكان من هذي المداوخ اي شفت بساحب المحل يبيع هل هذا يتكمن مركنته فعل أنا فوكس 18 أبين عليه يعني 15 16 رأى محل تقريبا شار فوق 30 40 مدواق قلت شو شو بتسويهم رأى محل يبقى بيزات صحيح لكن قلت شو تسويهم أخي ناجعته ورجعهم صاحب المحل عطى بيزاته وروح تنا مرة ينزل عجعة وخد هاون روح شو تسوي هذا يبيعون في مدارس لازم نعطي ارشادات صاحب المحل صاحب هذا واضح معبدالله يبيعون هذا مدواق هذا غر الشحة واضح معبدالله غر الشحة غر والله أنا هنا إبو عبدالله أريد أن تطرق بعد كذلك أن القوانين التي صدرت حتى القوانين مؤخرا يعني تجرم مثل هذه الأفعال ومثل هذه الأمور لكن على موضوع المدارس سمح لي إبو عبدالله أنا بنقل هذا الاستفسار للاستاذة سمية بتتكلم عن الأمور اللي تقومون فيها في هذا المجال السادة سمية تفضلي طبعا إحنا حتى من البرامج المجتمعية اللي نساوية هي ورش عمل أيوة باب عبدالله أيوة أفروض لذلك تحبون إرشادات أكثر في مدارس زين باب عبدالله بس بتسمع الإجابة من سمية الحين الله يسعدك شكرا طبعا البرامج اللي نساويها هي برامج مستمرة معنا طول السنة ومن ضمنها المدارس وكليات هاي عبارة عن محاضرات وورش عمل وحملات تثقيفية نساوي عبارة هالمحاضرات لكل المراحل العمرية الموجودة في المدارس نساويهم عبارة عن محاضرات يعرفون مخاطر التدخين يعرفون فوائد الإقلاع عن التدخين نفسها التبغ نفسها شو المواد الكيميائية الموجودة في التبغ نفسها نقول حق الطفل غير عن هذا احنا عنا بعض النماذج الحية مثل عنا الرئة عنا هالكلها نوديها معانا عشان نراوي الطلاب الرئة عنا مثلا نوعين عنا الرئة المدخنة ورئة غير مدخنة هاي كلها نراويهم بشكل طبيعي يشوفون عشان يعرفون وفيه واي تفاعل من الطلاب هالأمور أيضا في المقابل اختصمية يعني ما ادري اذا فيه ارقام او احصائيات عندكم في هذا المجال بنسبة الارتفاع في معدلات التدخين عند المراهقين او انخفاضها لكن اللي نشوفها في المجتمع الان بنظرة عامة للأسف ان هذه العادة بدت تتفشى عند المراهقين مثل ما ذكر ابو عبدالله يعني شاف واحد من الاطفال وقاعد يشتري يعني كمية كبيرة يبغي يوزعها او يبيعها في المدارس او شو اللي يسوي فيها ما ادري بالضبط لكن مثل هذه الحالات بشكل كبير موجودة في المجتمع طبعا احنا بعد ان نوجه شيء للعائلات الاهالي يحطون بالهم على الاطفال يشوفون طبعا في المدارس خاصة الاطفال ممكن يقلدون بعض هذا الشيء شيء ثاني في منهم يحبون يجربون فيه واحد يحس عمره انه كبير لو دخن ممكن يسوي له شخصية هل اشياء كلها لها تأثير على الطفل الوالدين قد ما يقدرون يخلون عمره في نفس مستوى هذا الطفل طبعا طفل بمراحلة كل مرحلة مراحلة للطفل يحاولون يسوي بينهم بين الطفل هذا الحوار هذا الحوار ما يكون يخلي الياهل مثلا يزعل ولا بالغضب حوار عادي صديق يكون للطفل الام او الاب قد ما يقدرون لان الطفل بهذه الطريقة من المدرسة بيتكلم بيخبر شو يستيوه في المدرسة فبيكون الاهل لهم دور طبعا المدرسة بعد لهم دور يسوون برامج تثقيفية لهم قد ما يقدرون في مراقبات يراقبونهم في الحمامات في المكان في هالأشياء وإحنا بعد من التثقيف الصحي نسينا نسوي لهم محاضرات ورش عمل أنا بغيتكلمني على دور المثقف الصحي في هذا المجال احنا قد ما نقدر عنا في طول السنة عندنا هالمحاضرات موجودة حتى كل المدارس نسويها بشكل دوري غير عن المحاضرات ورش عمل يعني نجذب الطلاب في طلاب مثلا المحاضرات يذملون مننا شي يعني روتيني ما يحبونه نسوي لهم مسابقات في جوائز هالأمور كلها احنا نساعد الطالب فيه غير عن هذا الورش العمل تكون طول السنة نبدع فيها نسوي لهم مسابقات يتحركون لأن الرياضة بعد لها دور جميل طيب نحن نستكمل الحديث مع شختي سمية ومع الدكتور محمد دسوقي لكن بعد ما نتوقف مع فاصل مستمعين ومن ثم يعني ان شاء الله نقدر نستعرض احد التجارب التي يعني استطاعت ان تترك التدخين خلال الفترة القادمة من البرنامج فابقوا معنا صحة وسعادة أسعد الله ووقاتكم بكل خير مستمعين الكرام وأهلا وسهلا بكم في هذا الجزء الأخير من برنامجنا صحة وسعادة والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعة نور دبي قبل الفاصل مستمعين مثل اللي كان يتابعنا واللي التحق فينا الحين بس نذكركم بضيوفنا في البرنامج الدكتور محمد إبراهيم الدسوقي خصائي طب الأسرة بقطاع رعاية الصحية الأولية والسيدة سمية محمد البلوشي مثقف صحي بقطاع رعاية الصحية الأولية وأيضا حتى قبل الفاصل وعدناكم لما نستعرض تجربة واقعية لأحد التجارب التي كانت لها خبرة مع هذه العيادات معانا عبر الهاتف سيد خليفة عبد الرحمن أحد المقلعين عن التدخين بيخبرنا عن هذه التجربة اللي كانت معاش حالك يا خليفة والله الحمد لله السلام عليكم أول شيء عليكم السلام أصبح عليكم وعلى اللي وياك الأخوان الدكاتور اللي وياك في الستيديو يا هلا خليفة خبرني عن تجربتك بشكل مختصر والله تجربتي يعني أنا حاولت مثل ما تقول أني أقلع عن التدخين دبر بس يعني محاولات كانت الحمد لله كانت كلها محاولات فاشلة لين ما صرت وكنت يا صديق وقال لي يشير عيادة طوار في عيادة الأخلاع عن التدخين فماشاء الله الحين الحمد لله صرت وسجلت يعني وخلت عندهم موعد وتقريبا في خلال يعني ستة شهور أقلعت عن التدخين الحمد لله ممتاز حين أصار لك ستة شهور ما دخنت خليفة لا الحين وكم سنة كنت تدخن كم سنة من يوم ما كنت صغير يعني يمكن عمري خمسة عشر سنة لا حاول نزيل من خمسة عشر سنة والحين ما شاء الله كم عمرك يعني كم كم كملت دخن قبل لا تترك والله الحين عمري تشعى وثلاثين يعني حين أنا تركت الدخين من سنة من سنة أنا ستة شهور كانت فترة تقريبا فترة العلاج العلاج والحين خلاص يعني حتى التدخين أبدا ما تقرب له بأي شكل من الأشكال والله أنا وصلت مثل ما أنا أقول عمري وصلت لنقطة لا عودة أني ما أرد مرة ثانية ممتاز ممتاز نحن نتمنى لك الصحة والعافية خليفة ومشكور على هذه المداخلة وأنك أنت حبيت أنك تشارك معانا في هذه العيادة أو في هذا البرنامج وأيضا نحن نتمنى أنك أنت تكون قدوة كذلك للكثير من المستمعين في عندنا مكالمة أخرى ألو ألو يا هلات سلام عليكم وعليكم سلام تعرف عليك وناخذ بس سؤالك على السريع على أساس أن نكمل البرنامج في بعض المحاور فضل معاك مصبع سني محميد الخاطوني ونعم نعم بحالك مشكورين على البرنامج على الجهود أنا طول عملك بس بعرض تجربتي أنا كنت من المدخنين وتركت واللي عمل شو كنت تدخن مصبح كنا ندخن تقاير وندخن المدواخ نعم صار لي يمكن من سنة ستعة وتسعين لين الفين وحد عشر الحمد لله فضل من الله يعني تركنا التدخين من دون أي عيادات ولا شيء لكن بالعزيمة والأصراف الحمد لله تركنا معانا عندنا أصحابنا يدخنون هذا لكن شيء ما يأثر فينا دائما أن إحنا تركنا تدخين بعزيمتنا ممتاز ممتاز صراحة يعني أنا أحاول أو عن من طريق منبركم صراحة يعني نقول حق الشباب ونشجع الشباب أنهم يتركون بالعزيمة ومع العيادات اللي وفرتها الحكومة لتساعد الناس من هاي الآفة اللي بدت يعني تجتاح كبير من الشباب وخاصة من المراهقين في المجتمع وامتاز صراحة واضح ونحن وايد سعيدين أن هناك يعني بعض الشخصيات القادرة على الإقلاع عن التدخين بالعزيمة من غير أي عيادات من غير أي استشارات من قبل الأطباء اتمنى لك إن شاء الله الصحة والعافية دائما أجمعين 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 شكرا على البرنامج شكرا جزيلا بعد كثبون من هالبرامج التبعوية إن شاء الله يا رب وعندنا الكثير من المواضيع ما نطرحها في القادم من الأيام يزاك الله خير دكتور أنا برجع لك الآن في أكثر من حالة نحن شفناها الآن بالنسبة لحالة مصبح مصبح استطاع أن يترك التدخين من غير ما يلجأ لهذه العيادات فقط هو قرار اتخذه كانية موجودة أكثر ولا عند اللي دخل في برنامج من البرنامج اللي تقدمها هذه العيادات هو بلا شك إنه العيادات بتقلل بشكل كبير من إنه الشخص ياخد قرار سريع إنه هيبطل وبعدين في الشهور الأولى أو في الأسابيع الأولى يبدأ يعاني من أعراض الانسحاب أعراض الانسحاب هي بتكون السبب في رجوع الشخص المدخن للتدخين مرة أخر هاي أعراض الانسحاب في بعض الناس بيستطيع إنه يتغلبوا عليها بلا شك ولكن إحنا في تلك العيادات بنحاول نوجه المقلع إنه إزاي يتغلب على تلك الفترة اللي هي تعتبر فترة حاسمة من 3 شهور لـ 6 شهور إذا قدر الشخص بيسمع بنصايح الطبيب في بعض الأدوية بتساعد إنه دي بتقلل بنسبة كبيرة جدا من عودته مرة أخرى للتدخين بلا شك نحن لا ننكر إنه في بعض الأشخاص عندهم عزيمة قوية وده إحنا بنعتمد عليه في العيادة في الأساس إنه هيقلع وإنه لن يعود مرة أخرى يجب أن يكون قرار يعني صادر من الشخص نفسه من الشخص لأنه لو قعد في العيادة بيعود 3 شهور لـ 6 شهور وبعدين بيطرق لحاله لأنه بيخرج برة العيادة فإذا ما كانش الشخص مقتنع مية في المية بإنه هو يريد أن يقلع عن التدخين ممكن يعود مرة أخرى الفترة الحارقة اللي هي الفترة الأولى اللي بنساعده فيها إنه لا ينزلق بسرعة للعودة للتدخين بالأدوية وبالنصائح وبالطرق المختلفة إنه فدي بتقلل بنسبة كبيرة من عودة الشخص للتدخين جميل دكتور أنا أبغي أعرج بشكل سريع لأن الوقت سبحان الله يمشي معانا بشكل سريع في هذا الموضوع لكن رح أتكلم عن أكثر من شغلة بشكل سريع أول شغلة اللي هي أنواع التدخين هل هناك تدخين أقل من الثاني لأن هناك فكرة أن الشيشة مثلا ضررها أقل من السقاير أو كذا لأن الواحد يجب أن يكون في يعني رؤية معينة في هذا الموضوع هذا من جهة من جهة ثانية دكتور أبغي أعرج على السجائر الألكترونية هذه اللي طلعت مؤخرا فاتفضل بالنسبة لأنواع التدخين والمقارنة بينها أيهما أخطر أو أيهما أقل ضررا هذه نقطة يجب أن نحن نوضحها أنه كل صور التدخين مضرة وضرر بالغ وبتفرق مش في نوعية التدخين في نوع الشخص نفسه فمسألة أنه الشيشة هي أخطر من التدخين من السجائر ولا السجائر هي أخطر هذا أمر كلاهما خطر وإذا كان في واحد فيهم بيقل سوءا عن الآخر فده ليس معناه أنه أفضل يعني بمعنى مثلا السجائر فيها ورق هذا الورق بيحترق وجزء من الاحتراق بتاع الورق ده بيكون له آثار على الرئة هاي الورق مش موجود في الشيشة ولكن الشيشة الشخص بياخد فيها كمية كبيرة جدا من الدخان وقد يتعرض لبعض الأمراض المعدية مثل الالتهاب الكبدي والدرن الرئوي نتيجة لاستخدام ما بين الأشخاص صحيح إذن نصل إلى نقطة كلاهما مدر وكلاهما يؤدي إلى نفس الأمراض نعم أيها هاي نقطة النقطة الأخرى بنسبة للسجارة الإلكترونية وما عليها من جدل في جميع أنحاء العالم ولكن إحنا المؤشر بتاعنا هو هل هذه السجارة الإلكترونية تم التصريح بيها من منظمة الأغذية والأدوية الأمريكية اللي هي بنعتمد إحنا إلى الآن لا بل في بعض الدراسات بتقول أنه في مواد حفظة موجودة داخل السجارة الإلكترونية قد يكون لها أثر أنها تؤدي إلى السرطان إذن لحد هذه اللحظة اللي إحنا فيها لا يستطيع أي طبيب أنه يصرح باستخدام تلك وهي بتصنف دوليا أنها أنها من مواد التبغ يعني توباكو برودكت فهي كأنها سجارة إذن لا لا يمكن نستخدمها كعلاج ولا يمكن نستخدمها كبديل لأنه الشخص بدل ما يدخن سجارة لدخن سجارة إلكترونية حد هذه اللحظة دكتور أنا أتطرق لبعض الأسئلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأيضا أرحب بزميلتي أسمى الجناح موجودة هنا لترصد بعض الآراء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أسمى باختصار شو أبرز الأشياء اللي موجودة عندك هو أبرز سؤال أخي محمود إذا كان الإنسان في بيئة مدخنة ويشم التدخين هل هذا عادي أم مضر لصحة الناس اللي حول المدخن إذن التدخين السلبي واثره على الصحة دكتور نعم أي التدخين السلبي يعني من أحد من أحد الأشياء المهمة جدا اللي يجب أن احنا نتطرق لها في كل برامج الصحة لأنه ثبت دوليا أنه عشرة في المية عشرة في المية من الآثار الجانبية أو الأمراض الناتجة عن التدخين بتبقى عند المدخنين السلبيين يعني لو كل مية شخص أصيبوا بأمراض بسبب التدخين فعشرة منهم بسبب التدخين السلبي والتدخين السلبي شي منه نوعين في بعض المدخنين دايما يفتخر ويقول أنا بدخن آه بس بدخنش في البيت عشان معرضش العائلة للتدخين السلبي في بقى حاجة اسمها التدخين ثرد هاند سموكينج اللي هو التدخين البرتكيلز الأجزاء بتاعت نيكوتين اللي عالقة بملابسه وبشعره وبيده كل هذي لا تذهب إلا إذا عندما يدخل البيت يدخل بياخد شاور أو حمام عشان يزيل كل هذه الأشياء إذن فيه تدخين سلبي مباشر لما الشخص بيدخن في وجود أفراد أسرته وفيه تدخين سلبي آخر عن طريق انتقال تلك الجزيئات إلى البيبي أو إلى الزوجة فإحنا بننصح الشخص المدخن إنه لا يدخن قوة البيت ولما يدخل البيت يذيل كل هذه الآثار ممتاز أنا برجع للأخت سمية ساذة سمية يعني في رايج كيف يمكن للشخص أن يبادر باتخاذ قرار الإقلاع عن التدخين أنتم كمثقفين أو كمثق كمثقفين صحيين كيف تعززون هذه المسألة عند الأشخاص طبعا في البداية إذا شخص خلاص أنه ناوي يقف عن التدخين أول شيء يأخذ له يوم معين أني أنا خلاص بوقف التدخين هذا الشيء أحط في باله الشيء الثاني أنه إذا كان فيه ناس يدخنون أعرف ناس يدخنون أحاول قد ما أقدر ما أكون متواتد في وقت أن الشخص يدخن فيه الشيء يعني عقب ممكن أقول حق الناس اللي يعرفهم الأهل الأصدقاء أنه يساندوني أنا كشخص أدخن أني أنا خلاص بودر عن التدخين أو مساندتكم إذا عند صديق يدخن أو أصدقاء يخبرهم أني أنا بودر التدخين بس يعني إذا فيه مجال أني أنا يكون متواجد معاكم ما تدخنون الشيء الثاني بعد يحط في باله أنه شرب السواء الوايد له دور والرياضة لها أهمية كبيرة في هالشي يعني ما تعتقدين هذي شوية شروط تعجيزية بالنسبة للمدخن أنه يترك ربعة ويترك الأماكن اللي فيها هو ما يترك ربعة بس هو يعني مثلا يخبرهم أني أنا بودر التدخين أنتم بالدخن ممكن هو مثلا ممكن هم يراعون إذا هم أصدقاء مثلا يا بعض وقته متواجد ما يدخنون هو مجال ما يصير عنهم ممكن أنهم يدخنون يعني يعني يساندون هذه المساندة ويت له دور جميل جميل إذن الدكتور بالنسبة للقوانين التي سنت لمكافحة التدخين يا ترى هل هي كافية ورادعة لدر مثل هذه العادة وانتشارها أم أن نحن محتاجين وهذا الكلام ذكر الدكتور المستمع أبو محمد هل المسألة يعني فقط نعتمد على هذه القوانين أم يجب أن يكون هناك أدوار تثقيفية وتوعوية عند المجتمع بشكل عام وعند الأسرة بشكل خاص بلا شك أن دولة الإمارات قطعت شوط كبيرا في تلك القوانين وحتى إحنا نلاحظ أنه اللي عايش في البلد من 20 سنة من 30 سنة الوضع بقى مختلف ما عادش فيه تدخين في الأماكن المغلقة ما عادش فيه تدخين في وسائل المواصلات ما عادش فيه تدخين في المطارات بقى طريقة بقى طريقة بيع السجاير في المراكز التجارية بدأت تختلف كان قبل كده بتبقى فيه على الكاونترات دلوقتي بقت فيه أماكن منفصلة كل دي بيع التبغ تداوله بالنسبة لل للجروساريز اللي هي الأماكن الخاصة بالبقالات اللي بتبيع السجاير دي أصبحت ممنوعة كل هذا التديق بيساعد بلا شك في أنه بيقلل من طعات التبغ وبيصاعب على المدخن وده أمر مطلوب لأنه ثبت بالدراسات العلمية أنه مجرد أنه تصعيب الأمر على المدخن بيزيد من نسبة الإقلاع يعني أما الشخص المدخن يلاقي نفسه ده هنا ممنوع وداخل الأماكن المغلقة ممنوع بيعيد التفكير مرة أخرى في أنه هذه العادة السيئة يجب أنه يتخلص منها أيضا أن هناك أحد الدول منعت التدخين تماما مئة في المئة في حدودها تم الإعلان ما أدري إذا ما تحضرني والله اسم الدولة ترك مستان أو دولة بهذا الصد ما أذكر اسم الدولة سامحوني بس خرج خبر أنه تم منع التدخين وتداول التدخين تماما في هذه الدولة ممكن نصلي هذا والله هي أداة يعتبر حلم نحلم به جميعا ولكن هذا الأمر ليس بيد يعني أمر كبير لأنه بيدخل فيه دول وبتدخل فيه تصنيع فهذا أمر حلم أنه أساسا باختصار أنه إذا أردنا أن نوقف التدخين نوقف مصانع التدخين في الأساسا مصانع اللي بتنتج تلك المصانع قوية جدا وشركات التبغي في العالم لها نفوذ قوي نفوذ قوي جدا جدا في كل العالم بلا استثناء فإحنا ما فيش قدامنا في الوضع الحالي إحنا نتعامل مع مع الواقع عشان لأنه فعلا إيقاف إيقاف إنتاج التبغ هو الحل اللي هو خلال 24 ساعة ممكن ينهي لهذه القصة ولكن إحنا قدام أمر واقع يجب نتعامل معاه ويجب بقى أن إحنا نتجه إلى المستهلك المستهلك اللي هو الشخص اللي بيدخن جميل جميل يعني اختي سمية إذا ما بتكلم أنا حتى كذلك عن دوركم في توعية أيضا المدخن بأضرار التدخين السلبي على أسرته على عائلته على عياله يا ترى مثل هذه الأمور هل هي تؤثر بشكل أو بآخر في اتخاذ قرار منع التدخين طبعا لها تأثير لأن التدخين السلبي معروف عنه عبارة عن شو أن الشخص المدخن هو يدخن الدخان اللي طالع منه يتأثر الناس اللي حواليه سواء أصدقاء عائلاتهم أطفال طبعا هذا مخاطر صحية معروفة هي عبارة عن سرطان عندنا سرطان الرئة عندنا التهاب جهاز التنفسي ممكن غير عن هذا بعد له تأثير في بعض الأعراب مثل الواحد يمكن يحس بالصداع بدوخة ممكن بغثيان هالأمور كلها ممكن يحس فيها الشخص الأطفال بعد يكون لهم دور يكون هناك فيه التهاب رئوي حاد بالنسبة للأطفال التهاب القصب القصب الهوائية بالنسبة للأطفال الموت المفاجئ هاي من الأمور نحط في بالها المرأة إذا كانت المرأة حامل لا تأثير عليها لا تأثير على الجنين أنه يقل نسبة نمو الجنين عن معدل الطبيعي له فهالأمور كلها لها تأثيرات على جو الأسرة وعلى الأطفال وعلى كل ما متواجد مع المدخن نعم دكتور بتكلم عن العيادات التابعة للمراكز الصحية في هيئة الصحة شو هي البرامج والوسائل التي تستخدمها هذه العيادات لمساعدة الراغبين في الإقلاع عن التدخين هي باختصار تلك العيادات لها بروغرام متفق عليه دوليا أنه جزء بيقوم الشخص المدخن بزيارة العيادة على الأقل أربع زيارات ممكن تمتد هذا العدد حسب حالته في الزيارة الأولى والتانية بيتم تقييم الشخص وعمل فحوصات أولية وفحوصات متخصصة بنقدر نعرف فيها الشخص حالة الرئة عنده نسبة إدمان التبغى بنعمله رأس مقلب بنعمله أشعة على الصدر بنعمله تحليل دم وبناء عليه بنضع له خطة الخطة دي قد تشمل اسلوب علاجي طرباوي وقد يصاحبه أدوية هاي الأدوية بتساعد الشخص في الفترة الأولى من الإقلاع بيتم تحديد موعد للإقلاع بناء على موافقة الشخص المدخن وبيتم وصف الدواء ومتابعته بشكل دوري لحد ما نتأكد أنه أقلع إقلاع دم خلال ثلاث شهور لست شهور بيتم أنه بيسيب العيادة وبيبقى شخص مقلع جميل أنا جتني مجموعة تصحيحات على الدولة اللي منعت التدخين عموما لكن التصحيح يمكن قديم المعلومة قديمة لأن الاندبندنت البريطانية في تقرير نشرتها يوم السبت قالت أن تركومنستان أو تعد أول دولة تمنع التدخين نهائيا بقرار من الرئيس التركومنستاني محمدوف الذي يعني أصدر مرسوم رئاسي يقضي بمنع بيع التبغ وتداوله نهائيا على تراب بلاده يعني هذه المعلومة اللي أنا كنت أبغيها بالنسبة للأخوة في التنسيق أيضا الدكتور عندنا مجموعة رسال حد من الأخوة يقول التدخين مضر جدا على سلامة والأسنان وعظم الفك الذي يمكن أن يتعرض للمحسار والتآكل بسبب التدخين مما يصعب تعويض الأسنان المفقودة عن طريق الزراعة والتي تعتبر أفضل وسائل تعويضية للأسنان هذا هذه الرسالة من دكتور محمد زهير يعني بعث هذه المعلومة لنا عن طريق الرسالة النصية طيب دكتور بالنسبة لي العدد المراجعين اللي استقبلتهم في العام الماضي خلال 2015 وإذا كانت عندك بعض المقارنات ما بين عدد الأشخاص الذين استطاعوا الإقلاع عن التدخين من خلال هذه العيادات هو العيادات بيتراوح كل عيادة تقريبا من 150 لـ 200 شخص سنويا ونسبة الإقلاع بتتراوح من 12 لـ 18 في المية وهي النسبة بتعتبر ماشية مع النسبة العالمية المفيد بقى في الأمر أنه الفايدة مش بس في المقلعين الفايدة حتى في ما في الأشخاص الذين لم يقلعوا ده بيستفيدوا أنهم بيعرفوا أنه في خدمة خدمة الإقلاع عن التدخين خدمة الإقلاع عن التدخين موجودة فالشخص ممكن بنلاحظ أنه ممكن يكون عندنا من سنتين ويرجع يقلنا مرة أخرى يعيد المحاولة مرة أخرى وهي واحدة من الفايد اللي بنستفيد بها من عيادات الإقلاع عن التدخين جميل دكتور أنا أحب أذكركم اللي حاب يستفيد من هذه الخدمات عن طريق يعني التواصل مع هيئة الصحة عن طريق الرقم 8342 هناك الكثير من المكالمات التي جاءت إلينا والنظرة الجميلة من مخرجنا في الفرنامج يعطيني نظرة الختام هذه أن اختمي محمود وحاضر لأن ابتسامتها جميلة عيسى فما نقدر نقول له لا عموما أنا سعت جدا بهذا الحوار وبهذا الموضوع اللي حقيقة الموضوع مهم وإن شاء الله منخصص العديد من الحلقات في القادم من الأيام كذلك يعني ما أملك إلا نتوجه بالشكر الجزيل للدكتور محمد إبراهيم دسوقي اختصاصي طب الأسرة بقطاع رعاية الصحية الأولية وأيضا لأستاذة سمية محمد البلوشي متقف صحي بقطاع رعاية الصحية الأولية على مشاركتهم لنا هذه الحلقة وهذا الملف الطبي فكل الشكر لكم ونتمنى لكم التوفيق دائما شكرا أيضا الشكر لجميع اللي تابعنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي عبر حساب هيئة الصحة في دبي دي اتش اي أندرسكور دبي وأيضا كل الشكر لكل المداخلات التي قدمت إلينا والشكر موصول لفريق الإعداد بقسم الإعلام بإدارة الاتصال والتسويق المؤسسي في هيئة الصحة بدبي وأيضا لصاحب الابتسامة الجميلة مخرجنا عيسى سبيل وهذه تحياتي مني لكم محمود يوسف ودائما ما نختم بأن نقول دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي